السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الدبلوماية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات قسم نجارة الأساس النهاردة نتكلم على مادة مهمة جدا في مواد التخصص وهي مادة الزخارف التخصصية مادة الزخارف يا جماعة مادة لا تقليل أهمية عن المواد التخصص إن المادة دية بتطفلنا اللمسة الجمالية بتاعة الشغل بتاعنا بتربط الماضي بالحاضر وبتقدر إن هي تكشف لنا عن حاجات إحنا بنستخدمها في الوقت للحاضر كانت إحنا مستمدينها من التراث الإسلامي أو التراث المصر القديم أو التراث الإنجليزي أو التراث الفرنسي طبعا مادة الزخارف من المواد الحيوية اللي بتقدر إن إحنا بنقدر نشوف الشغل اللي إحنا شغالين به دوة هل يا طرع كان مستمدينه من الشغل الماضي ولا الشغل المودرن إحنا ضفنا عليه إيه وقدرنا إن إحنا نطور في إيه وقدرنا إن إحنا نستفاد من التراث الإسلامي في أشكاله أو التراث المصر القديم في بداية الأساس طيب إيه اللي إحنا بندرسه في الزخارف يا مصدر؟ طبعا إحنا كقسم إنجارة أساس أو صناعات خشبية حفر وخارط وتطعيم بندرس شوية حاجات وهم الأساس إحنا إنجارة أساس الأساس الخشبي بنقدر إن إحنا نتعرف عليه وبنتعمق في كل جزئية كان الشغل بتاعه ماشي إزاي بيقدر يتعامل إزاي التعاشيء التركيب الصناعية الأخشاب اللي كانوا بيستخدموها كانوا بيستخدموا أخشاب إيه وكانت مصدرها إيه وكانوا الحلية كنا بنعملها اللي هي الزخرفة سواء حفرة أو خارطة أو تطعيم كان بتعمل المشغولات بتاعتنا إزاي طبعا بنتكلم على الدهانات بجميع أنواعها لعشان ده جزء لا يتجزأ من المنهج بتاعنا واللي بتطفي أو بتضيف لمسة الجمال للتخصص بتاع نجارة الأساس بحيث إن الطالب يخرج من دبلوم نجارة الأساس أو الخارطة أو التطعيم طالب متكامل طيب النهاردة هنراجع الطراص الإسلامي والطراص الفرعوني بس هنبدأ بالإسلامي لأنه محور وضع أسئلة في امتحانات الدبلوم طبعا إحنا شفنا في الدور الأول إزاي إحنا الأسئلة جات لنا في الإسلامي وجات لنا في الفرعوني وكيفية التعاون مع الأسئلة طبعا الأسئلة اللي إحنا بنعرضها من خلال حلقتنا بتبقى بشكل مفصل يعني إحنا مثلا ما بنيجي نتكلم على مميزات للطراص بنحط لك مثلا تمانية أو تسع أجزاء هو بيبقى طالب أربعة أو خمسة بس طبعا إنت بتستسهل الأجزاء طبعا يفضل أن إنت تبقى عارف المؤثرات أو المميزات كلها ولكن إحنا بنبص الحتة إن إحنا بندي لك الكم كله وإنت اللي بتقدر تسوعبه وتحطه بحيث إنه تبقى الإجابة بتاعتك إجابة نموزجية طيب تعالى نتعرف على الأسئلة بتيجي إزاي من خلال شرح حلقة الطراص الإسلامي أول حاجة السؤال الأولاني أذكر خمس من المميزات العامة للطراص الإسلامي بص أنا حددتهم لك أذكر خمسة من المميزات العامة للطراص الإسلامي ده سؤال دبلوم يا جماعة بيجي دايما في امتحانات الدبلوم أول حاجة بتقول إن الطراص الإسلامي إمتاز عن الطراص الفرعوني بالطابع المنفرد في الزخارف الإسلامية يبقى الزخارف الإسلامية تميزت عن الفرعوني ودهت من أكتر ميزة ميزة الطراص الإسلامي عند ده تمام؟ طيب تعالى نشوف نقطة تانية بنقول إن كانت الزخارف بتاعته منقولة من الطبيعة مع التحوير الذي ارتقى فوق مرتبة التقليد إن أنا الزخارف بتاعته كانت من الطبيعة مع إن أنا أعدت أحور في الشكل نفسه إن أنا أغير في الشكل بتاعه درجة إن هي وصلت لفوق مرتبة التقليد يعني التقليد لا ده بقت فوق مرتبة التقليد إن أنا مش تقليد بس ده أنا زودت فيها حاجات كمان طيب امتازة بزخرفة الأجزاء الخشبية في المباني مثل الأسقف والأعمدة والمنابر والعقود والأبواب يعني إيه الكلام ده يا مستر قال لي إن أنا عندي الأجزاء الخشبية لو أنت دخلت مسجد أي مسجد من المساجد الأسرية هتلاقي إن الأسقف فيها زخرفة إسلامية وفيها أجزاء خشبية في المباني والأعمدة والمنابر والعقود اللي هي القبوات بتاعت الدخلات بتاعت المعماري أو الخشبي في المنبر الخشب اللي هو موجود فيه المساجد وإيه دخلة الأبواب وبعض قطع الأساس ده طبعا بميز اللي هي نظام العقود سواء عقد مدبب أو حلزوني أو أين كان العقد ده اللي بميز الطراز الإسلامي وطبعا بنشوف الكلام دوت في الأبواب بشكل كبير جدا بنقول زهرت في زخرفة الأطباق النجمية والعناصر النباتية والكائنات الحية والصور الأدمية طبعا الكلام دوت الأطباق النجمية مشهورة بلها جدا الطراز الإسلامي والعناصر النباتية اللي هي بنشوفها في التجميل بتاع المتحف الإسلامي في الأطباق النجمية وكائنات الحية والصور الأدمية فيه بس دوت في نهاية الطراز نفسه بدأوا أن هم يدخلوا الشكل عشان يبقى الفن متكامل أو الطراز متكامل استعملت الحشوات الهندسية المجمعة بالتراكيب الصناعية الدقيقة طبعا زي المشربيات اللي احنا بنشوفها في خن خليلي أو الحشوات نفسها بيبدأ يدخل فيها نظام اللي هي الكوائل أو النقر واللسان بتبقى شغل في منتهى الدقة وفي منتهى الجمال اللي هو قدر الإطراز الإسلامي أنه هو يضيفه في الحشوات الهندسية طبعا تعالي نخش على الجزئية بيقولك استخدم التطعيم بالعاج والعظم والصدف والأبانوس والأخشاب الطبيعية الملونة طبعا الحاجات دي بنلاقيها بتقدر أن هي تظهر قد إيه الإطراز الإسلامي أبدع في عملية التطعيم أنه هو قدر أنه ياخد العاج والصدف والأبانوس في السنديق بتاعت المجوهرات وفي بعض الأسرة وقطع الأساس مثل المناضط بدأ أنه يستخدم فيها التطعيم بشكل كبير جدا استخدم الحفر البارز والغاطس في تشكيل الأسطح طبعا الحفر البارز والغاطس دوت قدر أنه يطعامه بالدهب وقدر أنه يدخله إضافة جميلة جدا من خلال الأشرطة والنجمة الإسلامية أنه هو بنلاقيها ديئة موجودة في المنابر بشكل كبير جدا أنه إحنا شايفينها سواء برزة أو غطسة في شكل الدرج بتاع السلم أو المنبر أو الأبواب حتى المفروقة والمعقلية والمقرنصات من أشهر التشكيلات طبعا المفروقة إحنا عارفين شكلها ونبدأ نعرض أسئلة عليها أن هي ديت من أسئلة الدبلوم اللي أنت المفروض سيادتك تبقى عارفها والمعقلية والمقرنصات من أشهر التشكيلات في ألفان الإسلامي طبعا الحاجات ديت لازم نتعرض لشغلها كرسم عشان تقدر تفهم يعني مفروقة ويعني معقلية استخدامة تسعة استعملها ظهرة الأورنفل والتوليب وأشجار السرور والنخيل وفواكه الرمان والعنب في الزخراف طبعا الحاجات ديت من اللي ميزت الطراز الإسلامي بشكل كبير جدا وقدرنا أن احنا نشوفها فيه المتحف الإسلامي وبنقدر نستخدمها حتى الوقت الحالي اللي هي عملية الزخرافة نفسها بالأشكال يعني أشكال الرمفل أو التوليب أو السرور أو النخيل والحاجات ديت بنقدر أن احنا نستخدم الأشكال بتاعتها لغاية دلوقتي ظهرت العقود مختلفة للأقواس فوق فتحات والخورنية طبعا احنا بنشوفها فيه الأساس بشكل كبير جدا وبنبدأ أن فيه بهب عندنا في الفصل في السنة التانية من نجارة الأساس اسمه العقود بنبدأ ناخد الأشكال العقود وبنعرف نرسمها لأنها ديت بتبقى فيه الفتحات بتاعت المعماري وبالنسبة لنا كنجارة الأساس بتبقى فيه قطع الأساس بتبقى أقواس متقطعة بشكل جميل جدا سواء المدبب أو المحدب أو البيضوي كل ديت أشكال وفيه أشكال كبيرة جدا بعيدة عن المنهج بتاعنا لو أنت عايز بتبقى موجودة فيه الكتب بتاعة الفن الإسلامي طبعا تكسيت الأبواب الخارجية بالنحاس المفرغ اللي هو شغل بنقول عليه تفريغ شغل القيمة ولكن تفريغه فيه النحاس بشكل كبير جدا عن طريق مناشير بنلاقيه أنه هو عايش لغاية الوقت الحالي برونقه بجماله وما ديرنا أن احنا نحافظ عليه ونعرف أن احنا شفنا الباب قد إيه أننا أدخل أو أدمج خمتين مختلفين في حاجة واحدة قد إيه ناحية جميلية أننا أدخل الخشب وكسيب النحاس المفرغ اللي هو الشكل بتاعي سواء نجمة إسلامية أو طبع أو مقرنصة أو معقلية بتبقى شكلها رائع مع الزخرفة مع النقش عليها اللي هو في الوقت الحالي بنقول عليه شغل الزونج وراف يبقى أنت احنا تذكرنا 11 من المميزات طبعا أنت تختار منهم 5 بولدك وضح نموذجين للخارطة الإسلامية إحدهما ميموني عدل والآخر ميموني مائل ركز في السؤال ارسل ميموذجين يعني عايز اتنين نموذج للخرطة الإسلامية إحدهما ميموني عدل والآخر ميموني مائل تعال أهنشوف الميموني العدل ونقدر أن احنا نشوف الرسمة دي تتعامل زي أنا طبعا عايز وحدة واحدة بس لو أنت قدرت تعمل وحدة كلها كاملة ما فيش أي مشكلة خالص طيب أنا هنا جماعة عشان أرسم الرسمة دية الميموني العدل أو الميموني المائل بعمل مربع متساوي يعني عشرة في عشرة أو اتناشرة في اتناشرة وببدأ أقسمه مثلا اتنين خلاص أقسم متساوي يعني لو عشرة هيتقسم لخمس مربعات وببدأ الحجم دوت اللي هو الاتنين سنط دوت قد الاتنين سنط الفراغ اللي هنا ديت تقدي الاتنين ديت تقدي الاتنين اللي بعدها على حسب الواحدة اللي انت هتعملها طيب بعد كده بعمل واحدة مصمطة اللي هي خشب زي ديت وببدأ أن أنا أدخل في استنبة الدوائر وأقسم الأجزاء ديت زي ما أنا عايز يعني ممكن لو ديت اتنين سنط اللي هي الارتفاع بتاعها بأخذ واحد وواحد تحت والاتنين سنط ديت بأعملهم دوارا كامل يعني دي بأخذها ربع دايرة ودية ربع دايرة ودية نص دايرة بحيث أن أعمل شكل بتاع الميموني العدل اللي هو شغل الخرط اللي هو بنلاقيه في المشربيات بشكل كبير جدا الشغل دوت يا جماعة من الشغل المهم جدا اللي طلبتنا لازم يتدربوا عليه مرة واتنين ليه الحياة العامة كمان مش للدراسة بيبقى شغله ممتع أن انت إزاي حاجة زي كده تبدأ ترسمها وأن انت إزاي تطلعها بشكل بالتلوين بالإخراجها بتبقى شكلها رائع طبعا الميمون المهل نفس القصة ولكن على نسبة ميل 45 وبتبدأ تقسمها برضو اتنينات وبتبدأ أن انت تقسم التشكيلات الداخلية دية على حسب أنت خدتها 2 سنطي أو 3 سنطي أو 1 سنطي أي إن كان وبتبدأ تعملها نسب زي 1 سنطي 2 سنطي وبتاخد الجزء اللي تحت 1 سنطي وممكن تبقى تليها تقسيمة تانية اللي لو انت هتحط جزء في الخط حز ولا حاجة هنا بتبدأ تديله ملة أو 2 ملة زي ما انت عايز أذكر التركيب الصناعية والأخشاب التي شاع استعمالها في الطراز الإسلامي يعني أنا عندي تركيب صناعية وأخشاب شاع استعمالها في الطراز الإسلامي تعالي نبص على التركيب الصناعية كده استخدم التعشيء واللحمات والتركيب الصناعية الدقيقة لتجميع القطع الخشبية مثل النهر واللسان والغنفاري والكويل والدسرة والخدش واخرى أنا حابب أتكلم على الجزءية دي يا جماعة أن أنا أشوف الطراز الإسلامي منذ نشقته والطراز الفرعوني إحنا بنستفاد بالنهر واللسان اللي هو من أهم التركيب الصناعية والقعوب اللي هو من أهم التركيب الصناعية للأدراج لما تبص القطعة الأساسة اللي إحنا بنعملها دلوقتي في الأخشاب والتركيب الصناعية اللي الطراز الإسلامي علمها لنا بتلاقي أني قد إيه الطراز الإسلامي ساهم بشكل كبير جدا في تطور الأساس وصناعة الأساس يعني أنا عندي النهر واللسان لحد دلوقتي إحنا بتدرسه في النهيجنا تروح عند أي نجار تروح عند أي حد تلاقي بيعمل النهر واللسان ومن أقوى التعشيء الصناعية الكعب الغنفاري قد إيه الكعب الغنفاري اللي أنا بعمل به الأجزاء بتاع السكرتورة أو الأجزاء بتاعة الأدراج بتبقى قوة في المتانة قد إيه الناس زي ضفط لنا فن وضفط لنا حاجة نقدر إن إحنا نستفاد بيها ونعرف مصدرها منين يعني مش المعلومة اللي إنت بتخدها في المدرسة المادة الزخارف بتقولك نشقتها فين وجات منين وهي جات يعني إيه التطور بتاعها إزاي وإحنا إيه اللي ضفناه إيه اللي إحنا عملناه ولكن السبداد من الماضي اللي هو أسس الحاضر عندنا طبعا الكوائل اكتشفنا إن برضو نفس القصة استغتموها في عمل المشربيات وعمل بعض الأجزاء الخشبية طيب عندك اللحمات قدر إنه هو برضو يوريك أن إزاي العصر الحديث اكتشف إن الخشب بيبقى قابل الالتواق والالتفاف والكلام ده كله قد إيه هو استخدم اللحمات الصناعية في عمل تجميع الأجزاء الخشبية بالشكل الرائع اللي إحنا بنشوفه في المتاحف وقد إيه إحنا بنستخدم سواء الزكرة والأنسة أو لحم الصمارة أو لحم الدسر اللي هي لغاية دلوقتي من أفضل اللحمات قد إيه اللحمات دي بتبقى شغلنا الشاغل أو مفيش وشة نجارة أو مفيش مدرسة صناعية أو مفيش أي حد شغال شغل يدوي أو شغل مايكالة اللي ما بيستخدم اللحمات اللي كان بيستخدمها طراص الإسلامي أو طراص الفرعوني أو حتى الطراص الإنجليزي بدأ يستمد منه طراص الفرنسي بدأ يستمد من كلها بتستمد من بعضها وبتبدأ أن هي تغير في الأشكال ولكن من التركيب الصناعي اللي هو العصب نفسه ما بيتغيرش وقد إيه اللي بتضفع لنا مادة الزخارف بتعرفك أنت شغال إزاي والشغل اللي أنت شغاله دوت قد إيه هو بيبقى مستمنت لأن دوت حبيت أنه ما أوضح الجزئية ديت عشان الناس كتير تقول لي أنا مادة الزخارف دي تعمل بها يا مصر من خلاص درست عمليات ودرست خمات ومعدات ودرست رسم وتمام التمام الزخارف دي هتضيف لي تضيف لك أنه أنت تعرف كل حاجة لها أصول وكل حاجة لها استمدادات واستنبطات إنما الفن الإسلامي دوت الطرس الإسلامي أنا خدت منه إيه وهو قد إيه فدني أخشاب الخشاب اللي أنا استخدمته إيه استخدم خشاب السرور والأبانوس طب إن الخشاب دي كانت فين يا مصر قاضي الأخشاب دي كنا بنجيبها اندسرت لأ منها موجود بنعمل منه حاجات معينة بدأ إيه ظهر الموسكي بدأ العزيزة الأصفر كل كلام دوت أنت لازم تبقى فهمه عشان تبدأ تبقى إنسان متكامل فني متكامل أو صنايع متكامل أو مهندس لما بتكمل فيما بعد بتبقى على الضراية بالمشغولات أو الحاجة اللي أنت شغال بيها تعال نكمل ونقول لنا نخش على سؤال تاني أذكر ما تعرفه عن الصناعات الخشابية في الفن الإسلامي أذكر ما تعرفه عن الصناعات الخشابية في الفن الإسلامي بداية الأساس في المساجد لإقامة شعائر الصلاة مثل المنابر و الكراسي ترتيل القرآن كراسي المصحف القابلة للطي اللي هي المعص وسندي جمع النزور اللي بنقول عليه صنادي التبرع يبقى أنا بدأت بالأساس لإقامة الشعائر مثل المنابر و الكراسي وترتيل القرآن و كرس المصحف القابلة للطي و طبعا الصندوق اللي احنا بنقول عليه انه هو الندور او التبرعات للمسجد طبعا ده كله اتصنع من الخشب او الأساس الخشبي لانه بدأ انه هو نشوف المنبر هو بيقدي شعير الصلاة الجمعة الكرسي اللي هي قدر يدي بيه محاضرة او درس علم و طبعا الأجزاء بتاعت المصحف للناس اللي هي بتقيم شعائر في قلب الجوانع تعالى بنقول ان الكراسي والقرائك اللي هي كرسي بيبقى عامل زي بنقول عليه كرسي مززوج او كرسي سلاسي بتبقى عبارة عن اريكا تعتمد على الخطوط المستقيمة غالبا لها مغدع او بدون مغدع طبعا احنا من خلال الاساس بتاع الترس الاسلامي بنقدر ان نتعرف على الكلان دوت في الاشكال بتاعته بنقول ان الكراسي والقرائك تعتمد على الخطوط المستقيمة بنلاقيها بدون مغدع اللي هو السناد اللي هي بتبقى في الجنب دوت اللي هي بتبقى على شكل خشب او شكل منجد في اواخر العصر طبعا كان فيه الارجل والقوائم تنتهي بخرط او تطعيم طبعا جزء بتاع القوائم اللي هي بنقول عليها الارجل او الارتفاعات بتاعت الترميزات نفسها او السندي بتبقى بتنتهي بخرط او جزء تطعيم ظهر الكرسي تجميل بحشوات من الخطوط الدقيقة طبعا القرط الدقيق دوت اللي هو بنقول عليه شؤون المشربيات اللي هو شؤون الميمون العدي والمائل ده بيبقى شكله طحفة طبعا الحواجز الخشبية للمقصورات بالمساجد طبعا اللي هي الحواجز الخشبية ديت كانت موجودة لمنع الناس اللي هي بتعدي حتى ديت موجودة لغاية دلوقتي ان انت حتى يحطوا قدامه حاجة ديت كانت حواجز الخشبية بشكل عقود بتبقى شكلها رائع بيستخدموها برضو في اطراص الإسلامي في عندي تجميل المشربيات المنفذة من الأخشاب المتراقمة الألياف للأخشاب الصلبة زي الأبانوس ماشي بأشكال مقعبة أو مضلعة أو قروية ومتصلة مع بعضها بكوايل الخشبية اللي هي بنقول برضو بجميع أنواعه طبعا بتبقى شكلها تحفة إن انت بتقدر إن انت الكويل الخشبية قدرنا إن احنا نجمع بيها الأشكال بشكل رائع جدا تعالى نقول المناضد المضلعة اللي هي المسدس أو المتمن أو غيرها اللي هي أي حاجة غير إنها تبقى مربعة أو مستطيلة أو مستطيلة أي شكل هندسي ماشي يبقى داوت من استخدامات الأساس في الصناعات الخشبية في الإسلام وعدد من الأرجل يناسب مع مساحة وشكل القرصة يعني أنا مثلا عندي القرصة التربيزة العائلية بنقدر إن أنا نحط لها فيه أرجل ستة أرجل أو أربعة لو هي صغيرة أو تابعا أرجل زي تربيزة من ضد السفرة طبعا كانت عندي الأرجل مخروطة ومتعامة كانت عندي الخرط اللي هو الخرط البصلي دوت كان شكل تحفة وعندي متعامة طبعا بالخامة النحاس أو الدهب أو العاج أو العضم من ضدها طبعا كل كنا بنطعم به الشغل بتاع الصنعات الخشبافي الإسلامي ساعة شاعة استخدام الصلب والسنديق والخزائن لحفظ الملابس طبعا السنديق اللي هي بنقول عليها الدواليب وصندوق صغير هم عندهم كانوا بيعملوا سنديق يقدر يحفظ في الملابس اللي هي تطورت في العصر حالي لشكل اللي هو بنقول عليه الدولاب والخزائن طبعا أنا كن عندي المجوهرات والحولية والعطور والطحف السمينة بقدر أن أنا عملها سنديق على حسب المجوهرات أو الحاجة اللي عندي ببدأ أن أنا أصميها من الخشب قصرت استعمال الحشوات المفروكة والمعقالية في مسطحات الدولف والمنابر والأبواب بتوزيع يناسب مع المسطحة طبعا على حسب الحجم التاعي ببدأ أن أنا أوزع الأشكال بتاعت المفروكة أو المعقالية استخدمت التعشيء واللحمات والتركيب الصناعية الدقيقة لتجميع القطع الخشبية مثل النار واللسان والغنفاري والكويل والدسر والخدوش استخدمت العرائس في الأجزاء العليا لقطع الأساس بأشكال مفرغة طبعا المقرنصات والعرائس دات من الحاجات اللي هي بنقول عليها والفرنطونات طبعا من الحاجات اللي هي مهمة جدا اللي هي ميزة اطراز الإسلام استخدمت الحالية في الإطراط وفي تجميع الحشوات والقوائم والأرجل والرؤوس خاصة حالية التنهيب والمفحور والبسطوم والشطف والإفريز والموجة العدلة والمقلوبة والخشخان طبعا أبناءنا أبناء الطلبة احنا خدنا باب كامل في الحالية في الفصل الدراسي التاني الفرقة التانية عن الحالية ويقاديها بناءنا الطلبة عارفين يعني تنهيد ويعني مفحور ويعني بسطوم ويعني شطف ويعني فريز ويعني موجة عدلة ويعني مقلوبة ويعني خشخان بجميع أنواعها طيب استخدمت حالية المقرنصات لتجميل تجان طبعا المقرنصة اللي هي بتلاقيها في تاج العمدان من أعلى أو من أسفل بتبقى شكلها طحفة والقوائم الخشبية طيب ما هي سؤال بقى بيقولك ما هي خامات التطعيم والمعدن التي شاع استخدمها في الفن الإسلامي يعني ايه هي الخامات بتاعة التطعيم اللي احنا استخدمها طبعا استخدمها العاج والعظم والصدف والأخشاب الطبيعية مختلفة الألوان وطبعا ده بالنسبة للأخشاب الطبيعية والعاج طبعا المعدن استخدمت دهب والفضة والنحاس والأزير في عملية التطعيم ارسم المفروقة العدلة والميلة تعالوا نبصوا على المفروقة هنا دية المفروقة العدلة أبناءنا الطلبة بنلاقيها في أشكال المباني الأبواب والمنابر بتاعة المساجد ولازم يبقى فيه زيارة لأبناءنا إنهم يشوفوا الكلام ده طيب تعال نبص طريقة رسم المفروقة العدلة دية إزاي بقى قال لي إنه لازم عشان أفرل أرسم مفروقة بالشكل دو تأخد المربع بتاعي رقم يتقسم على ثلاثة رقم يتقسم على إيه ثلاثة يعني إيه الكلام ده مستر يعني أخذ تسعة تتقسم على ثلاثة اتناشرة تتسم على ثلاثة خامس تتسم على ثلاثة أين كان الرقم اللي هتقسم على ثلاثة ليه بقى لأن أنا باخد التلتين والتلت تلتين يعني اتنين لواحد باخدها كده بقسم التأسيم بتاعت الجميلة ديت ببدأ أخد تلتين واحد تلتين واحد تلتين واحد تلتين واحد خلاص وببدأ أنزل من هنا من النقط اللي أنا خدته ديت هتتقابل معي مع التلت دوت والتلت دوت هتقابل مع التلت دوت والتلت دوت هتتقابل مع التلت دوت هتتكون معي الشكل بتاع المفروغ طبعا فيه طريقة أسهل أنه أنت ممكن تأسم تلاتة لو أنت تأخدها تلاتة أو هتأخدها اتناشر لو هأخدها اتناشر مثلا أقول أربعة 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 تمام وين أربعة 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 اللي أربعة دلوع هأسم من الأربعات وأعمل زي نظام الشبكية يعني إيه أوصل الخط الأربعة دوت مع الأربعة دوت مع دوت مع دوت وأبدأ أجي من هنا وأفصل أشيل التلت دوت أجيب الأسيكة ومسح الجزء دوت أجيب الأسيكة مع الخط دوت ومسح دوت أجيب الأسيكة مع الخط دوت ومسح دوت عملت معي شكل إيه المفروغ طيب إيه اللي جوه دوت قالك أن أنت بتجيب المثلس الـ 45 بتاعك وبتبدأ تاخد الزاوية ديت 45 45 كل خط قائم مع قائم يعني كل خط قائم قطع مع مقطوع بتعمله 45 45 يعني بص تعال هنا الزاوية هنا 45 وهنا 45 خلاص خلاص الزاوية خش على جزء دوت خش من هنا 45 45 ومن هنا 45 و45 وهنا 45 و45 ابدأ وصل 45 ديت بال45 ديت خط قائم قفلت لي برويس طيب ديت 45 ديت خوصلها كده قفلت معدية تمام ودية معدية لو انت طلعت لها 45 و45 بتتقفل كلها 45 تبقى شكلها رائع مع تلوينك مع شغلك بتبقى حاجة في منتهى الجمال لما بتتدرب على شغلة رخص إسلامي بتقدر ان انت تنبم عندك موهبة ان انت تبقى عندك ابتكار وان ان انت قد ايه دية بتخدمك في شغلك بشكل كبير جدا تعال بص المفروقة الميلة برضو نفس الكلام بتقسم رقمك برضو يتقسم على تلاتة بتبدأ تاخد تلت التلتين ولكن بتاخدها بنسبة ميل بنسبة الميلة 45 بتبقى شكلها رائع وتحفة ودية بتقصر شكلها في شكل المنابر بشكل كبير جدا بتلاقيها في منبر سلطان حسن ومسجد برقوق والسلطان برقوق وبتلاقي ان انت عندك المنابر في معظم المساجد الأزهرية بتلاقيها الشكل المفروقة الميلة دية بتبقى تحفة وشغل القيمة فيها وشغل التطعيم بيبقى في غاية الروعة والجمال مع التشريب بتاعها اللي احنا بنقول عليه شغل الجمالكة مع شغل التطعيم بالذهب أو النحاس أو العاج بتبقى شغل في غاية الروعة تعالى بيقولك مع المؤثرات التي تأثرة بها التراز الإسلامي طبعا التراز الإسلامي تتأثر بالفن القبطي والصناع المهرة والصناع المهرة لذين سهموا بقسط وافر في تنفيذ الكثير من صناعات الفنون الإسلامية طبعا هو من ضمن الحاجات اللي هي تأثر بها الإسلامي طبعا فط من القبط كان قابل الفن الإسلامي وصناع المهرة التي سهموا طبعا كان في صناع المهرة فاهمين كويس جدا يعني صنعت أساس وبدأوا ان هم يطوروا ويضيفوا والإسلام بدأ ياخد ويطور ويبدأ ان هو يضيفوا عنده استخدم المسلمون المباني التي خلفها الرومان والبيزنطينين وغيرهم إلى أن تم تشهيد المسجد والمباني الإسلامية طبعا المسلمين خلف الرومان والبيزنطين مباني وبدأوا ياخدوا الأساس المعماري والشكل بتاعها اللي هو بدأوا يعملوا به الشكل بتاع المباني الإسلامية والمساجد بشكل خاص وبدأوا ان هم ياخدوا شغل بداية العقود وبدأوا يطوروا فيها عن طريق الأقواص المتقطعة طب تعالى بص الجزئي دي بقى قال لك الحروب والغزوات والفتوحات التي قام بها المسلمون للشام وبابل وإيران والكستنطنية كان لها أثر كبير في الاطلاع على صاروات وكنوز هذه الحضارات ونقلها وتبادل الخبرات معهم يعني طبعا الفتوحات الإسلامية للشام وبابل وإيران قدرنا ان احنا نشوف فيها هناك سواء صاروات وفيه فنون وبدأت انها تبقى فيه تبادل حضارات بإدارة انها تساهم بشكل كبير جدا في تطور التراث الإسلامي طبعا كما ان الحروب الصلابية أصرت كبير في نقل الحضارة الإسلامية للغرب الحروب الصلابية قدرت انها تنقل الحضارة بتاعة الإسلامية للغرب ودور الأوروبا وإيطاليا بدأوا ان هما يشوفوا بدأوا ينقلوا الخبرة بتاعة الإسلاميين أو التراث الإسلامي للغرب ودور الأوروبا عشان كده بنقول ان بلاد أوروبا بتحترم سواء التراث الفن المصر القديم أو الإسلامي أو التطور اللي هو حصل لهم دوت من خلال البداية أو البداية بتاعة التراث الأوروبي تعالى هنا تأثر الفنون الإسلامية بالفن السيني والفارسي التي يعتمد على تماثل في الزخرفة ورسم الأشكال والطيور المتقبلة طبعا الكلام ده يا جماعة احنا درسناه التماثل والانتشار والكلام ده كله احنا درسناه في الفرقة التانية وقدرنا ان احنا نوظفه ونعرف مصدره منين في الفرقة التالتة أذكر العناصر الزخرفية الخشبية في الطراث الإسلامي طبعا عندي عناصر الزخرفية خشبية في الطراث الإسلامي طبعا الحلاة والقرانيش الحشوات الهندسية المجمعة من الخشاب المفروقة المعقلية العقود المقرنصات العرائس دي كلها عناصر الزخرفية درنا ان احنا نستخدمها أذكر الطرق الزخرفية المصنوع الزخرفية للمصنوعات الخشبية في الطراز الإسلامية طبعا طراءة السبغة طراءة طريقة الحز طريقة الحفر طريقة التطعيم طريقة الخرط طريقة التجميع والتعشيط طريقة التخريم والتفريغ دي من اهم طرق خشبية في الطراز الإسلامي طرق الزخرفية تعال نخش بيقول لي ارسم ثلاث أمثلة لأرجو القطع الأساس الإسلامي ارسم ثلاث أمثلة لأرجو القطع الأساس الإسلامي طبعا تعال نبص على الأساس الإسلامي ونبص قد إيه برضو استخدم دورانات الخشب بشكل كبير جدا طبعا عندي الدورانات والشغل الخرط دوت أبناء نطلب قسم الخرط وطبعا فنانين في قصة دية النجارة برضو بيبدأ أنه يعمل الجزء دوت عن طريق مدرس التخصص بتبقى شغل في غاية الجمال مع الظل والنور مع التهشير مع التلوين بتبقى شغل جميل جدا ارسم من نوعان من الخرط للقماقم من أطراز الإسلامي الأم أم اللي هو بنقول عليه زي الخرط الصغير كده هنشوف الأم أم نفسه ده بيبقى فين يا جماعة بيبقى فيه نهاية المنبر الخشبي اللي هو بيمسك فيه الخطيب الجمعة أو اللي بيطلع المنبر بتبقى نهاية الأم أم ده نهاية المنبر الخشبي بتاعنا طب نشوف أم أم تاني طب الأم أم ده بيبقى موجود برضو فيه نهاية المشربيات ونهاية الأجزاء الخشبية ونهاية برضو الأجزاء الخشبية المعلقة أو المنابر برضو بشكل كبير جدا تعال نشوف الأم من ده برضو دي كلها أمائم بأشكال مختلفة للطراز الإسلامي أنا جماعة بجري شوية عشان إحنا عندنا لسه الطراز الفرعوني لازم نخش فيه ونشوفه لأنه ده برضو محور من الأسلة ارسم نموزجين من نموزجين من نمازج الخرط ميموني مسدس وميموني عادة طبعا إحنا أخذنا الميموني العادة فيه الفن السلمين نشوف المسدس بقى الشغل بتاعه تمام تعال نشوف المسدس بتأخد شكل المسدس اللي احنا تعلمنا أنت زي بترسم شكل المسدس بتاعك بتبدأ تقابل خطوط ببعضها وتبدأ ترسمه طبعا الكلام ده لازم مع التدريب بيجي مع مدرس التخصص وليه ترقل للرسم جميلة جدا طبعا إحنا جماعة التخصص بتاعنا متكامل قدرت إن أنا في سنة أولى أعلمك المسدس قدرت إن أنا في ثالثة أضف لك الجزء بتاعه أنه أنت تعمل بقى أشكال بيه هدسية اللي هي من الطراز الإسلامي اللي احنا شايفينه دوت بشكل كبير جدا ارسم نوعان من تشكيلات من البرامق في الطراز الإسلامي طبعا البرامق ديه جزء كبير جدا من الخرط تعال نبص على البرمق كده طبعا أبناءنا الطلبة لازم يتدربوا على الكلام ده عندك استنبط دوائر وعندك استنبط منحنيات هتقدر تطلق وطبعا نستنبط مصدر عادية ولا مبصص وألوان هتقدر تطلع معاك شغل في منتهى الجميع تعال نشوف برمق تاني ده برمق من البرامق برضو لإننا احنا ممكن نتعود على رسمها وممكن أبناءنا الطلبة ياخدوا جزء للرسم نشوف البرمق التالية وبعد كده نقولك على طريق الرسم جميلة جدا أنه انت ممكن تعمل عملية شكل التماثل إن أنا أخد النص بتاع البرمق دوت أحدده بألم رصاص كده أقسم البرمق بتاعي وابدأ إن أنا اشتغلت في النص وابدأ أطبعه الناحية التانية بنفس الشكل بيطلع بنفس سيمترية تحفى لإن هي دوت البرمق فيه تماثل ده اسمه تماثل نصفي إن أنا ممكن النص دوت أدى النص في دوت اسمه تماثل رباعي إن أنا بص لو أنت السيمت دوت 4 تربع النص اللي فوق ده تماثل كل بقى بص النص اللي فوق زي النص اللي تحت اليمين زي اليسار فدوت سهل جدا أنه انت تقدر أنه انت تعمله عن طريق ربع برمق بس يعني أنا أرسم الربع دوت وهم قرروا نحة التانية خلاص بعدما تقرروا مواخد النص الكامل وهم طبعوا النحة التانية بيبقى شكله فيه غاية الجمال والروعة واللي ينطبك على البرمق دوت ينطبك على البرمق اللي بعديه تعالوا نخش بقى على الطراز إحنا كده خلصنا الطراز الإسلامي يا جماعة هنخش على الطراز المصر القديم ودوت من محور الأسئلة اللي عندنا اللي هي بيجي منها أسئلة في الدبلوم هنتعرف برضو على المؤثرات هنتعرف على الأسئلة هنقدر من خلال الطراز الفرعوني إن إحنا نشوف الأسئلة بتيجي إزاي وبنقدر إن إحنا نتعرف عليها بشكل كبير وإطراز الفرعوني تقريبا بيبقى باب كامل متكامل هو والطراز الإسلامي بيجي أكتر من نص الامتحان أو بنقول علي تلتين الامتحان من الطرازين ونتعرف إزاي إن إحنا نتطرق على الأسئلة ونشوف الجزء إيه اللي إحنا نشرحها إزاي السؤال بيجي فيها تعالوا نبص على أول حاجة عندنا أول حاجة المؤثرات التي تأثر بها المصري الأديم عندي تأثر بشوية حاجات التأثر بالفن البدائي الموقع الجغرافي والبيئة الطبيعية ومتحويه من مصادر اللي هام المعتقدات الدينية بخلود الروح والاهتمام بالمقابر وتأسيسها وتجميلها الاهتمام بالجانب الديني وتشهيد المعابد وتجميلها بالموضوعات الدينية ده كله على الفكرة جماعة هتلاقي الموضوع كله مترابط يعني موقع غرافي مع معتقدات دينية مع جانب ديني مع معابد مع مقابر ده كله يا جماعة ده تأثر دي مؤثرات في المصري الأديم أو الطراز الفرعوني بشكل كبير جدا طبعا خلود الروح بعد الموت دية قدرت ان هي تخليه ان هو يهتم بالمقابر بشكل كبير جدا تبجيل الآلهة والملوك ورجال الدين تبجيل الآلهة ان هما دية ان هو ان هو يقبر الآلهة عندهم وان هو يعمل اله الشمس او تطعن خأمون او كلام ده كله بقدر ان هو يقدر من خلال التبجيل دوت ان يقدر ان هو ينحط ويبدع فيه الشغل اللي هو اللي احنا بنشوفه للعصر الحالي تمام ورجال الدين طبعا ان هما عندهم ليهم قمع كبير جدا طيب الصناعات الخشبية وتطورها طبعا يتضح الطابع المميز للفن المصري القديم فيه الأعمال الحلفية والصناعات الخلفانية وخاصة الخشبية فابتقروا انواع من المقاعد والأسرة والمناضد والصناديق المختلفة طبعا ناخد حاجة كده ونقول اولا الاساس السنديق السنديق اللي بنقول عليها دلوقتي الدوليب يعني يقول لك اشرح السنديق فيه الطراز نشوف فقا واحنا بنشرح كده السؤال بيجي ازاي اشرح او تكلم عن الصناديق مع رسم نموذج فيه الطراز المصري القديم بنقول ان كان الاساس الرئيسي لتعدد استخدامه كحفظ الملابس وادوات الزينة والمجوهرات والحلي والمهام الشخصية وصنعت من الخشب ومحمولة على قوائم وارجل او بدون يعني كانت فيه عندي طبعا من الحاجات اللي هي في السنديق عندي صندوق بدون ارجل ودوت بنتطرق من خلال الرسم السنديق اللي هو بنقول عليها دلوقتي في الوقت الحالي بديلة للدوليب وطبعا عندنا اللي هو بنقول عليها بنحفظ فيها المجوهرات والحلي والزينة ديت مهمة جدا اللي هو قدر انه هو يستخدمها برضو في السنديق ومن السنديق اشتقت التوالير التوابيت التي زينت بعضها بالذهب التوابيت اللي هي بنقول عليها تهتم بالجانب الديني بالتطعيم بالعاج والابانوس وقد استخدمت التعاشيك لتجميع اجزاء قطع الاساس مثل النقرة واللسان والغنفاري والدسرة تعالي نشوف على اشكال السنديق ده شكل صندوق بارجل طبعا الشغل اللي احنا شايفينه دوت موجود في المتحف المصري موجود شغل حفر غائر وبارز وفيه شغل نحاس طبعا بالالوان طبعا بيبقى حكاية تعالي نبص دوت بنقول عليه بارجل منخفضة دوت اللي احنا مطالبين الطالب بتاعنا انه يتدرب على رقص مو اللي هو السنديق الموجود قدامك على الشمال السنديق دوت يا جماعة بيتعامل بمنظور ايزومتري او 30-30-30 دوت بارجل بيتعامل ومهم جدا ان انت تتدرب عليه مرة واثنين وسهل جدا في رسمه مع الترزل والنور ومع الالوان بيبقى في غاية الروع وفي غاية الجمال ان انت تقدر ان انت تعمل به شغل جميل جدا طبعا تتدرب على صندوق دوت رسمه سهل جدا انت بمجرد انت تشوف انت ترسمت الدرط على المناظر من خلال الفرقة الاولى والفرقة التانية فبالنسبة لك ده سهل جدا مفخوش اي مشكلة خالص هو عبارة عن قوائم اهيط بتقدر تطلع عبر الارجل ديت وتزاول زاوية 30-30 وبتبدأ تقفل الصندوق بتاعك بمنتهى اليسر والسهولة تعالوا نخش على الاسرة اللي هي السرير كانت الاسرة مقامة على ارجل بهيئة اجسام الحيوانات القوية مثل الاسود وبعضها ممسك بقرة وبعضها مغطى برقائق من الزهب بعد حفرها بالعناصر الزخرفية كزهرة اللوتس والخطوط المتكررة والمسلسات وغيرها اما مساند الرأس فكانت تصنع من الخشب بشكل الالي طبعا الكلام جميل جدا الكلام الرسم بيدعم الكلام ده بشكل كبير جدا يعني أنا أما بكلم على الاسرة بكلم كلام بنقول أننا مثلا الاسرة كانت مقامة على ارجل بهيئة اجسام الحيوانات القوية مثل الاسود طيب الكلام ده ونشوفه فين يا مستر قالك الكلام ده هنشوفه من خلال الرسم اللي احنا هنشوفه من خلال حلقتنا وبعض ممسك بقرة وبعضها مغطى برقائق من الدهب يعني فيه رقائق الدهب اللي هو بنستخدمه فيه التطعيم بعد الحفرة على الايه جزء المشغولة او جزء الخشب بتاعنا تعال نبص كده اشكال الاسرة ده شكل بنقول اهوات شكل سرير ده رأس استغنم رؤوس حيوانات وارجل هو شكل حيوان على طول شكل الغازلان ديات الارجل تمام وهنا الديول بالشكل ده طبعا اساس خسر الاسرة وطبعا هو عشان الضعفة بتاعهم قدر ان هو يعمل لهم اطار متعشق بالدكر والانسة او دسرة اي ان كان اللي حامل له عامله بحيث ان هو يربط الاربع ارجل ديات بحيث ان السرير يبقى متين ما يبقاش ايه الارجل ضعيفة تقدر انها طبعا استخدم خشاب صلبة قدرت ان هي برضو ايه تتحمل وزن الانسان وهو نيم على السرير تعال نبص على الشكل تاني للسرير ده سرير بشكل اسد الراس بتاعته غيت ده جزء بتاع السرير طبعا رابط الرجل الاولانية والرجل التانية على شكل مسطح خشبي تمام ده شكل من اشكال السرير طبعا انت الشكل ده بسيط جدا ممكن ترسمه لو اطلبت منك اشكال الاسرة طبعا ما بستخدمش عندي مصطرة او صنب الدوائر ده ما بستخدم ايدي الرسم الحر لان الرسم ده كله freehand ما فهوش ما فهوش ادنى حاجة من الادوات الهندسية ده تدريب مرة مع اثنين مع السيمترية في الشكل مع الحجمة هتبفل معك في التدريب تعالى نتكلم عن المقاعد او الكراسي بتبقى شكلها ايه او نتكلم عليها الكلام النظري بنقول ان ظهرت انواع متعددة من الكراسي منها يمكن طيق المقص ومنها مائل ارجل بعضها يحاكي ارجل الاسود زي ما احنا شفنا في في الاسرة والسران والبقر وغطوا القاعدة بالنسيج وما لقوه بالقش والحبال المجدولة طبعا النسيج والقش والحبال المجدولة دوت احنا لغاية تلوقات الحالي بنيقدر نستخدمه فين فيه التنجيد وبالسيور متدخلة متدفرة اللي هي بنقول عليه داخل سدى ولحمة بنقول على الجلد اللي داخل سدى ولحمة اللي احنا الجزء بتاعتنجيدي اللي احنا درسناه في الفرقة التانية واحيانا وضعه على وسائد امعاء فيه الراحة الجالس طبعا اللي هو بنقول عليه الاش الموجود كما كانت ظهور الكراسي مائلة للخلف اللي هي نسبة الميل السيمترية اللي هو بنقول عليه بتبقى راحة الانسان اللي هو بعد كده بقى اسمه علم الأرجو ميكس مدعمة بسواسات او اقصر كما استخدمت المتكآت اللي هي الفتوهيات زي هتا المخادع اللي هي بتقدي لراحة المقعد نفسه طبعا دي كانوا بيستخدموها للملوك والناس اللي هي سادة القوم يعني وكانت المخادع على شكل رأس الاسد من الامام او رأس الملك يعني رأس الملك كانوا بيشوفوا شكل الملك ويبدأوا ينحطوا الجزء بتاع المقعد من قدام على شكل رأس الملك او اسد لرمز للقوة وتجميل المسطحات اللي هي الارجل والرؤوس والظهور وتطعيمها بالعاج والأبانوس والذهب والفضة والأحجار الكريمة أشكال المقعد تعالوا بص على أشكال المقعد بقى ده مقعد بنقول عليه بظهر ولكن فيه اللي هي حتة الحدة بتاعت الاستقامة بتاعته هي الموضة تعالوا نبص على الظهر ونشوف بيحتوي على ايه بيحتوي على الأرجل بيحتوي على شغل معمول من الحفر شغل معمول من الخرط التنجيد اللي احنا قلنا عليه التنجيد المجدول من الحبال او ممتلق بالأش وطبعا قدر انه هو يعملهولك بالشكل دوت في الوقت دوت كان انجاز كبير جدا انه هو يطلعولك بالشكل التحفة اللي انت شايفه دوت طبعا ده كان بيتعمل لعليهة القوم ما بيتعملش لأي حد من عامة الشعب لان دوت بنقول عليه كانت مأهرة او صناع مهرة يدروا ان هما ينتجوا حاجة زي كده يعملوها للراحة الانسان تعال نشوف شكل تاني للمقعد طبعا ده مقعد بدون ظهر معمول او الشغل بتاعه شغل خرط وشغل قيمة اللي هو شغل حفر مأثر فيه بشكل كبير جدا تعال نبص على شكل المقعد اهوات ادي الارجل بتاعته ادي الاوايم طبعا لو احنا بصينا هنلاقيها ان هي قريبة من اشكال ارجل الحيوانات شوية او مؤربة لها وقدر برضو ان هو يستخدم عملية الخطوط سواء المنحنية او الخطوط المستقيمة في عملية الجناب بتاعة الكرسي طبعا نزلت الاحنحاء ديت عشان راحت الجالس عليه تعال نبص على كرسي ثالث وده كرسي مقص او كرسي قابل للطاي بنبص على كرسي دوت وده سهل جدا برضو في رسم ورسم بتاعة عفريها بتقدر من خلال الكرسي دوت ان انت تبص طيب السؤال بيجي ازاي مستر في كرسي دوت قالك ارسم نموذج لكرسي بضهر واخر بدون ضهر اهو ده نموذج بضهر بضهر اهو وده بدون ضهر واخر وممكن يجيلك ويرسم كرسي مقص قابل للطاي اهو ده نوع ثالث يبقى انا عندي نوع اتنين تلاتة عندي نوع اتنين تلاتة خلاص يبقى اشكال مقاعد كانت بدون ضهر بدون ضهر معص المناضد المناضد اللي هي بنقول عليها الترابيزات ايه الترابيزات ديه تعالوا نبص على المنضدة كان كلام العمل بيقول عليها ايه بيقول تتخذ اشكالا منها المستديرة او المستطيلة او المربعة المستديرة بعضها يقام على عمود اوسط يتخذ اشكالا اللي هو بنقول عليه المستطيلة بيبقى عمود زي العمود الرخامي كده بيبقى شايل زي من ضد الصفرة الموجودة عندنا دلوقتي بيعمدش هاي الجزء بتاع المناطد المستديرة بس أما المناطد المربعة كانت لها أرجل طبعا بتشبه الحيوانات وفيها جزء بتاع الخارطة وفيها جزء بتاع التطعيم بشكل كبير جدا طيب ايه تاني تعالوا نبص طبعا الاستقامة في شكل الترابيزة دوت باين جدا طبعا الشغل اللي هو القيمة باين عندنا بشكل كبير جدا ده مسقط رأسي او جانبي للمنددة طب تعالوا نشوف شكل تاني ده برضو شكل هلالي بيبقى شكل المنددة اللي هي شكل الهلالي بنقول عليها واخدى برضو سيمترية شكل الخشب او جزوع الاشجار من تحت تعالوا نخش على شغل الحفر الحفر طبعا من الحاجات اللي هي استخدمت للتجميل بشكل كبير جدا استخدمت الاشكال النباتية والزخرفية قضاهرة اللوتس ونبات البردي والخطوط المتكررة والزخرفية والهندسية لتجميل المسطحات والارجل ميدة الأسرة المشكلة على هيئة أجسام وأرجل الحيوانات القوية ما اختلفناش كتير وما بعيدناش كبير كتير جدا عن الشغل اللي هو قدر انه هو يدخل فيه النبات ويدخل فيه أجسام الحيوانات واخبالك فيه بس في شكل قيمة اللي احنا بنقول عليه دلوقتي شغل القيمة اللي هو شغل الحفر الغائر أو البارز بشكل كبير جدا ويدر انه هو يكسي الحفر دوت طيب الأشكال اللي هو يستخدمها ايه؟ طبعا النبات البردي واللوتس والأشكال الهندسية بشكل كبير جدا ويدر انه هو يجملها بالدهب فيما بعد طيب تعال نشوف التطعيم التطعيم استخدمت الأشكال الهندسية والزخرفية لتجميل المسطحات الهندسية ورؤوس وظهور الكراسي وكذلك الأسرة والصناديق والتواليب والتوابيت بالعاج والأبانوس والدهب والفضة والأحجار الكريمة طبعا الحاجات دي يا جماعة من الحاجات اللي هي مهمة جدا انه انت تبقى عارف التطعيم هو ادر يستخدم أخشاب ايه ادر يستخدم الدهب ايه دي المعادل اللي هو ادر يستخدمها والحاجات دي من الحاجات المهمة اللي نقدر ان احنا نعتمد عليها لما يقولك تكلم على التطعيم في التراس المصري الأديم تعال نخش على حاجة تانية وهي الخرط استخدام الخرط الاستواني المبسط لبعض الارجل والسواسات وحوامل البخور وغيرها بأشكال مبسطة مثل عمود البردي تعال نخش على مميزات بسرعة عشان وقت الحلقة عندنا المميزات طبعا كل الكلام اللي احنا تكلمناه على الأساس ممكن تحطه فيه المميزات استخدام الأرجل المنحنية والمقوصة فيها المقاعد والأسرة تعال نخش على جزئية تانية استخدامة الكارسة التي تنطوي بشكل معاص طبعا كلام ده تكلمنا عليه ميل الظهور وتقوصة اللي هرحت الجالس كانت المخادع على شكل رأس الأسد أو رأس الملك تعال نخش على مميزات تانية استخدامة السواسات الرأسية والأفقية والشكلات المائلة طبعا ارتفاع بعض الأسرة عن الشكل المألوف استخدامة التعشيء واللحمات لتجميع الأجزاء الخشبية استخدامة الحفر بالعناصر النباتية والحيوانات والطيور تكلمنا عن كلام ده باستفاضة تعال نخش على باية المميزات استخدامة التطعيم بالعاج والأبانوس والرقائق الدهو والأحجار الكريمة استخدامة الخرط المبسط المستنبط من عمود البردي استخدامة الدهنات والتهزيم مما زادة من صراء وفخامة الأساس تعال نتكلم على عناصر الزخرفة ووحدتها طبعا العناصر النباتية المستنبطة من البيئة ونصرية مثل اللوتس ونبات البردي طبعا دي تكلمنا عليها في أول المؤثرات اللي أثرت على التراس المصر القديم العناصر الحيوانية مثل الطور والصعبان والسقر والعجل والقط والبط والأوز والأراني والحصان والسعلب والأسد والغزلان طبعا دي تأثرت بشكل كبير جدا في العناصر الزخرفية العناصر الهندسية في شكل الأشرتة والأربطة طبعا الرموز الدينية زي أرسل الشمس والنصر المجنح والجعران المقدس والحية والصعبان الخامات المستخدمة طبعا الأخشاب مستوردة مثل الأرز من لبنان والأبانوس من السودان والأخشاب المحلية من الجميز والصنط والصفصاف والنبء والسرور وطبعا الأخشاب دي كلها من الحاجات المهمة اللي بتيجي فيها سؤال في طراز المصر الأديم طبعا يا جماعة الطرازين دولت من الأهم الطرازات اللي انت تركز عليهم فيه امتحانات الدور التاني بيجي منهم معظم الامتحان بتاعنا طبعا المادة الزخارف ما تأهملهاش في حياتك كلها لإني هتضيف ليه نحية فنية ونتمنى لأبناءنا الطالبة النجاح والمزيد من التفوق وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته